السلام عليكم وأهلا وسهلا بكم في قناة وصفات لكم اليوم إن شاء الله جئتكم بوصفة رائعة جدا لدينا عدة طرق لإعداد أقنعة الوجه وذلك باستخدام في هذه الوصفات سنحتاج لصفار البيض صفار البيض يعالج الكثير من مشاكل البشرة مثل التجاعد، تفتيح البشرة، تبيضها إزالة إسمرار أشعة الشمس، إزالة حبوب البشرة وغيرها من مشاكل البشرة طبعا صفار البيض يعتبر من المكونات الطبيعية للحصول على بشرة ناعمة، نظرة، مشدودة وفي أيام قليلة فقط أولا سوف نبدأ بوسطة هي تعالج التجاعد كما نعلم التجاعد مشكلة تؤرق الكثير من السيدات وحتى البنات التجاعد التي تكون حول العيون، تجاعد الجبين والرقبة وحتى اليدين كذلك حول الفم وكامل بشرة الوجه هذه الوصفة تصلح لجميع أنواع البشرة حتى كذلك البشرة الحساسة فقط يجب عمل اختبار تحسسي قبل عمل هذه الوصفة أول شيء كما قلت لكم سنحتاج هنا لصفار البيض فقط يعني لن نحتاج إلى بياد البيض، صفار البيض فقط أول شيء كما قلت سنحتاج هنا إلى صفار البيض رائع هو جدا صفار البيض كذلك سنحتاج هنا للعسل العسل ممتاز لإزالة التجاعد رائع جدا إن شاء الله في ظرف أسبوع ستلاحظون النتيجة بالإضافة إلى أننا هنا سوف نحتاج إلى بضع قطرات من عصير الليمون الحامض لأنه هو مفتح كذلك إذا كان متوفر لديكم فيتامين A أو ما يسمى كذلك بالفيتامين A ممكن أيضا وضعه أو استبداله كذلك بالأوميغا 3 أو حتى كذلك زيت اللوز سنستخدم هنا ممكن يعني استبداله بزيت اللوز أو كذلك بزيت الجوجبة أو زيت بذور العنب أو حتى زيت جنين القنة إذن هذه هي المكونات هذه الوصفة إذا قمتم بدمجها فهي تدوم لشهر كامل في التلاجة في حال ما إذا قمنا هنا بإضافة الفيتامين A لهذه الوصفة أول شيء هنا سنأخذ هنا تقريبا مقدار ملعقتين صغيرتين من العسل العسل الطبيعي سنضيف هنا تقريبا ملعقتين هكذا صغيرتين بعد ذلك سنضيف كذلك سنحتاج إلى ملعقة صغيرة من صفار البيض ندمج أولا هنا صفار البيض جيدا ثم سنقوم بوضع ملعقة صغيرة فقط هكذا كما قلت لكم إذا كان متوفر لديكم هنا الفيتامين A ممكن وضعه أنا هنا سوف أضيف ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو سأضيف ما يعادل ملعقة صغيرة هكذا من زيت اللوز حلو وكذلك سأضيف هنا بضع قطرات من عصير الليمون الحامد ونستمر في دمج المكونين جيدا مع بعضها البعض هنا كما قلت بالنسبة لصحبات البشرة التي تكون حساسة يجب عمل يعني يجب عمل اختبار تحسسي أو الاستغناء يعني عن عصير الليمون الحامد واستبداله بعصير البرتقال نخلط جيدا حتى الحصول على خليط يكون متجانس هذا القناع رائع جدا جدا كما قلت لكم قبل وضع هذا القناع يجب أولا عمل حمام بخار للبشرة هذا حتى تتفتح المسامات وتستفيد بشرتنا أكثر من هذا القناع الرائع قلت لكم النتيجة تظهر في أسبوع واحد سنقوم بعمل هذا الماسك دائما بداية من الرقبة يوزع على كامل بشرة الوجه والرقبة دائما من الأسفل إلى الأعلى ثم إلى كامل بشرة الوجه وكذلك حول العيون يفضل دائما بعد وضعكم لهذا الماسك الاسترخاء عند عمل مثل هذه الماسكات التي تشد البشرة وكذلك تزيل التجاعيد هذا الماسك نتركه تقريبا من 20 إلى 30 دقيقة وبعدها نشطفه بماء فاتر وإذا توفر لديكم سواء عصير البقدونس أو مغلى البقدونس أنا هنا قمت بتحضيره من قبل تأخذون الماء الساخن تقومون بصبه على البقدونس ثم تتركونهم فهذا ماء البقدونس هو رائع جدا جدا وصالح أيضا لجميع أنواع البشرة إذا كانت بشرتكم بها تجاعيد بها بقع حب الشباب أو آثار حب الشباب فهو ممتاز لغسل البشرة يعني بعدها تشطفون يعني كما قلت تمررون عفوا مكعبات من الثلج سواء كانت من ماء الورد يعني بعد استعمالكم لهذا الماسك هذا الماسك يستعمل بشكل يومي كما يمكنكم عمله مرتين في اليوم يعني صباحا ومساء قبل النوم إذا كنتم مستعجلين أو لديكم يعني مناسبة فقموا بعمل هذه الوصفة يعني مرتين في اليوم هي صالحة وآمنة للحوامل والمرضعات وكل من تعاني من مشكلة التجاعيد يمكنكم عملها وبكل أمان هنا حبيبات إذا كنتم لا تتوفرون على العسل عسل النحل فممكن عمل هذه الوصفة بجيل الصبار أو جيل الألويفيرا سواء كان جيل المعلب أو الذي نستخرجه من النبتة سوف نقوم الآن بتحضير الوصفة التي سنحضرها بجيل الألويفيرا إذن سنضيف هنا تقريبا مقدار ملعقتين هكذا من جيل الصبار أو جيل الألويفيرا سنضيف كذلك مقدار ملعقة صغيرة من صفار البيض هذا صفار البيض نضيف ملعقة صغيرة منه من صفار البيض لجيل الألويفيرا وندمج جيدا المكوناين مع بعض نخلط جيدا هنا كما قلت لكم إذا كانت بشرتكم بها حب الشباب أو ذهنية فممكن هنا إضافة بضع قطرات من عصير الليمون الحامض إذا كانت جافة جدا جدا فمن الأحسن وضع زيت لوز أو زيت كذلك زيت جوز الهند أو زيت الزيتون كما تلاحظون الوصفة رائعة جدا هكذا أنا سوف أضيف هنا بضع قطرات من الحامض يعني بضع قطرات فقط هنا بالنسبة لدوات البشرة التي تكون حساسة من الأحسن يعني تجنب عصير الليمون الحامض ندمج جيدا هذه المكونات كما تلاحظون حصلنا على خليط ومزيج يكون بهذا الشكل دائما حبيباتي أن نقوم أول شيء بغسل البشرة دائما لإزالة كل آثار المكياج وآثار الكريمات كذلك ثم نجفف بعد ذلك البشرة ونفرد هذه الخلطة دائما بداية من الرقبة كذلك نفردها على كامل بشرة الوجه هي وصفة صالحة للمرضعات والحوامل تزيل التجاعد بشكل رائع جدا كما أنها تدوم أسبوعين كاملين ممكن يعني مضاعفة المقادر وحفظها في برطمان من زجاج في التلاجة بالنسبة لمن تعاني بشرتها من البقعة الداكنة الكلف التصبغات اسمرار أشعة الشمس كذلك صاحبات البشرة الدهنية وكذلك لمن تعاني من المسامات الواسعة والرؤوس التي تكون سوداء ستحضرون يعني وصفة سنقوم بأخذ القهوة يعني المطحونة تمزجونها مع القليل من زيت أن يكون من زيت زيتون أو حتى زيت جوز الهند ثم تقومون بخلط المكونين وبعد ذلك قوموا بعمل تقشير لبشرتكم لأن التقشير هو خطوة مهمة دائما يعني لنجاح الوصفات وحتى نتحصل دائما على نتائج أفضل بعد عمل الوصفات يعني سواء كانت وصفات التبييد أو وصفات إزالة التجاعل دائما التقشير خطوة مهمة جدا سواء لبشرة الوجه أو بشرة اليدين أو الجسم ككل فقوموا بعمل هذه العملية ولو مر في الأسبوع حتى نتخلص من كل الشوائب ومن كل أيضا الخلايا الميتة التي تحدد دون نجاح الوصفات وتعيق لنا نجاح الوصفات إذن حبيباتي كانت هذه هي وصفتنا لليوم أتمنى أن أكون دائما عند حسن ظنكم إذا أعجبكم هذا الفيديو طبعا لا تبخلوا علي بالتغط على زر لايك ومشاركة الوصفة مع الأصدقاء والمعارف حتى تعم الفائدة إلى هنا وصلنا لنهاية فيديو اليوم دمتم في أمان الله وإلى اللقاء